أسرار في حياة الأميرة مونة الحسين أم الملك عبدالله من انتوانيت جارنر الشابة المسيحية لمونة الحسين وزوجها لأهم ملوك العرب وأم الملك بيتضرب بي المثل في الحكمة والكرم والأخلاق لحد النهاردة فيترى مين هي مونة الحسين وليه ما خدتش لقب ملكة على الرغم من إنجابها ملك الأردن الحالي عبدالله الثاني انتوانيت جارنر أو مونة الحسين اتولدت في 25 إبريل سنة 1941 في إنجلترا لأب مسيحي وأم يهودية أبوها كان شغال زابط جيش في بريطانيا وعلشان كده تعلمت في أحسن المدارس اللي تعلمت فيها مخصوص لولاد الزباط البريطانيين وهي مدارس بورن في ماليزيا أبوها كان قدم ليها هناك علشان تبقى جنب المكان اللي بيخدم بيه في الجيش كانت انتوانيت شطرة وبتحب تلعب الهوكي وعالتها فضلت في ماليزيا لحد ما القوات البريطانية مشت من هناك وبعد ما كبرت وبقت تشتغل سكرتيرا أبوها راح الأردن وتعين هناك كمستشار عسكري للمحافظة على المياه وقتها الأردن كانت بتعاني من جفاف المياه يعني أبوها كان رايح شغله بس ولكن ما كانش عارف إن بنته هتدخل التاريخ لما تتجوز ملك الأردن ويبقى بيشتغل عنده وينسيبه كمان ولما كان عندها 19 سنة وقتها قبلت الملك حسين بن طلال أثناء تحضرها لفيلم لورنس العرب وده بعد ما سمح لبعض القوات العسكرية بالمشاركة في التصوير كان وقتها الملك حسين بيزور مواقع تصوير الفيلم من وقت للتاني لحد ما شاف أنتوانيت الصراحة كانت حلوة جدا وقع في غرامها وبدأ يحبها والحد ما في الآخر قرر إن هو يتجوزها وتيجي سنة 1961 وتقلب حياتها خالص وبدل ما بقت أنتوانيت بقى اسمها مونة الحسين بعد ما اختار الملك لها الاسم ده وفي يوم جوازهم كان في استعراضات عسكرية وكان وقتها حدث غريب إزاي ملك أردني يتجوز واحدة بريطانية علشان كده بعدها الملك حسين ألقى خطاب للشعب علشان يعرفهم بزوجته الأجنبية وبعد سنة من جوازهم خلفت الملك عبدالله التاني بن حسين وبعد كده بقيت إخواته عائشة وفيصل وزين لكن بعد عشر سنين من الجواز انفصلت عن الملك في 21 ديسمبر 1971 والملك سمح لها بالاحتفاظ بلقبها الملكي حتى بعد طلقهم لك أنت تخيل إن سن أم الملك عبدالله عندها 82 سنة وبعد وفاة الملك حسين سنة 1999 فضلت عائشة في الأردن مع ولدها والشعب فضل يحبها جدا وكان ليها شعبية كبيرة مونة الحسين كان عندها صفات الملوك فكانت بتحرص دايما على حضور المؤتمرات واهتمت بقضايا الصحة والتمريد وبقت رئيسة قسم التمريد بالمملكة وسهمت في النشاطات النسائية وعملت مخيم للسوريين بيقدم خدمات متنوعة ليهم وأسست صندوق المنح لدراسة التمريد وكلية الأميرة مونة للتمريد والمهن الصحية كمان حصلت الأميرة مونة الحسين على مرتبة الشرف الأجنبية من اليونان وإيران علشان إسهامتها في النشاطات اللي بتخدم الشعب أما بقى بخصوص عدم حصولها على اللقب إنه على الرغم من زواجها من ملك الأردن وإن جاب ابنها الملك عبدالله الثاني إلا إن ديانة مونة الحسين اللي هي أنتوانيت جارنر بقت المسيحية وفضلت زي ما هي وما تمش الإعلان عنها وإبنها الملك عبدالله بيقول قبل فرح والدي بيومين الأميرة مونة قالت إنها مش عايزة تبقى الملكة وقتها الملك حسين احترم رغبتها وفرح سعيتها لأنها كده أكدت إنها بتحبه مش بتحب نفوزه تعرف إن الأميرة مونة الحسين كانت صديقة مقربة من الملكة إليزابيس آه زي ما بقولك كده وكانت من ضمن أقرب خمس أصدقاء ليها فضلت الأميرة مونة بعيدة عن الإعلام والصحافة وبتخدم بلدها التاني الأردن في صمت يا ترى كنت تعرف مين هي الأميرة مونة الحسين وإيه رأيك في شخصيتها قل لنا رأيك في التعليقات واستنونا في حكاية جديدة من حكايات عن مصر